موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في هذا اللقاء المبارك ونحن نتابع تأملتنا في سفر الأعمال أعمال الرسل وقصة الكنيسة قصة الكنيسة الأولى وعمل الرب الواضح واستخدام الرب الواضح لكثيرين في هذا البنيان المبارك الذي بدأ في السنين الأولى من القرن المسيحي الأول ومازلنا مع الرسول بولوس وفي مسؤوله أمام أغرباس الملك وبعد أن حكى عن ماضيه ثم عن التغيير الذي حدث معه والذي سماه الرؤية السماوية نأت الآن إلى الكلام عن الطاعة للرؤية في الأصاح 26 والآيات 19 إلى 20 يتحدث عن طاعته لهذه الرؤية يقول من سمى أيها الملك أغرباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشالين حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا طليقوا بالتوبة من الوقت اللي الرسول بولوس سمع فيه الصوت أنا يسوع الذي أنت تضطهده تيقن أن هناك رب واحد ولما يأمر الرب هذا لا بد أن يطاع ودعاه للخدمة والإرسالية وفي الحال أطاع وبدأ يعلن أن يسوع هو المسيح ابن الله بدأ هذا في دمشق وفي أورشالين وفي كل اليهودية ثم في الأمم يدعو الناس إلى الرجوع إلى الله وإلى التوبة العمليا وبولوس من البداية بيعلم تماما ما قد أدركوا إن الأعمال لا يمكن أن تكون أساسا أو سببا للخلاص لكنها حتما هي علامة ودليل للخلاص وبعد كده انتقل بولوس إلى الأحداث اللي حدثت مؤخرا وتكلم في آية 21 من أجل ذلك أمسكن اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي الرسول هنا بيوضح أمام أغرباس إن بشرطه بيسوع المسيح هي السبب في القبض عليه من اليهود وشوفنا قبل كده من فاستوس إنه مش فاهم ليه أمسكوا اليهود في البداية ليه أمسكوه وليه كانت رغبتهم الشديدة في قتله نعم اشتكى عليه اليهود بأمور كتيرة لكن الحقيقة السبب الأساسي هو كرسته بأن يسوع هو المسيح وإن الأمم ليهم كل بركات العهد بدون الختان وبدون الناموس هو ده في نظر اليهود الجرم الأكبر اللي يستحق من أجله الموت من وجهة نظرهم لكن إزاي فكر بولوس ورد فعله إيه في هذا العمر ده اللي قاله في آية اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين من هذا الأصحح أصحح ستة وعشرين فإس حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم به الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون هي هو أن يؤلم المسيح يكون هو أول قيامة الأموات مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم في ختم حديثه أكد الرسول بولوس على ما يعلم به عايز يقول أنه هو لم يخترع فكر جديد بل فقط يعلن اللي أنبأ بيه الأنبياء في كتب النموس والأنبياء عن موت المسيح وقيمته وبكده بينادي بنور للشعب والأمم أراد أن يقدم هنا خلاصة الإنجيل اللي بيشهد به للجميع ويؤيد شهدته من كتب العهد القديم لكن الإنجيل هذا هو ده اللي بيرفوض اليهود فهم لا يقبلون أن يتألم المسيح أن يتألم المسيح دي الحقيقة اللي لا يقبلها اليهود لأنه بيعتقدوا أن المسيح سيكون ملكا أرضيا ينتصر على المستعمر الروماني مع أنه كتب الأنبياء تحدثت كثيرا عن ألام المسيح وموته إشعية 52 وإشعية 53 ومضمور 22 ونصوص أخرى كثيرا لكن يسوع الذي مات قام بل صار باكورة الراقدين هو ده الإنجيل هي دي الأخبار الصارة هو ده اللي بيعلن الرسول بوليس نور لشعب إسرائيل والأمم على السواء هنا قصد الرسول زي ما شفنا بيأكد أمنته لشريعة موسى والأنبياء اللي بتشهد بحياة يسوع المسيح وموته وقيمته الآيات اللي بعد كده الحقيقة في أصاح 26 من آية 24 إلى 32 بتخلينا كده نشوف مشهد القضاة والسجين لأنه اللي بيجلس على منصة القضاة الملك برنيك الملك أغرباس وبرنيكي وفاستوس الوالي ويمكن بعض الأمراء وبوليس هو اللي في قفص الاتهام مقيد وفاستوس بعد معرض القضية على أغرباس وبوليس أدم دفاعه حدث هذا الحوار المتبادل فاستوس بيقول لبوليس في آية 24 أنت تهزي يا بوليس الكتب الكثيرة تحولك إلى الهديان ويبدو من مداخلة فاستوس هذا أنه قاطع دفاع بوليس وتكلم بغضب مع أن بوليس كان بيوجه كلامه الحقيقة للملك أغرباس لكن فاستوس اعتبر أن بوليس بيهذي أي ما عندوش منطق في الكلام بتاعه وأن الكتب اللي بيستشهد بيها اللي يكتب الأهد القديم هي السبب فيها زيانه وعدم اتزانه طبعا كلام غريب جدا فرد عليه بوليس بهذا الكلام لست أهزي أيها العزيز فاستوس بل أنطق بكلمات الصدق والصح لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك طبعا بيشاور على الأغرباس الذي أكلمه جهارا إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك لأن هذا لم يفعل في زاوية بهدوء وتعقل أجاب بوليس فاستوس نافيا عن نفسه أيها زيان وإن الأحداث اللي حدست معاه أو ما يخص المسيح من موت وقيامة لم تكن خفية على أحد واستشهد هنا بالملك أغرباس باعتباره يعلم يقينا صح ما يقول وبعدين توجه بوليس بحديثه إلى الملك أغرباس أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء أنا أعلم أنك تؤمن طبعا بيخاطب الملك أغرباس باعتباره يهودي يؤمن بالأنبياء وبالتالي يقبل ما قاله الكتاب في نموس موسى والأنبياء وما تحقق في يسوع المسيح فرد أغرباس على بوليس بهذا القول بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا ده كلام أغرباس لبوليس وهنا أصاب سؤال بوليس أغرباس يبدو بالارتباك لأنه إن قال إنه يؤمن بالأنبياء لأن بوليس بيسأله أتؤمن بالأنبياء أنا أعلم أنك تؤمن لو قال أغرباس إنه بيؤمن بالأنبياء فهذا يعني إنه قبل ما قاله بوليس وإن قال إنه لا يؤمن بالأنبياء فده بالتأكيد سيجلب عليه غضب اليهود وتخلص من إجابة سؤال بوليس بإنه جعل المسألة شخصية جدا وبالتالي هو يرفض إقناع بوليس ليه بأن يكون مسيحيا أبي قليل تقنعني أن أصير مسيحيا كأنه بيرفض هذا اللي بيحاول بوليس يعمله أنه يقنعه أنه يكون مسيحيا فرد بوليس على أغرباس وقال له في عدد تسعة وعشرين كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود الحقيقة هنا بنشوف ثقة وشجاعة منقطعة النظير وفي نفس الوقت حكمة وقيادة من روح الله واضحة في إيجابة بوليس أظهر أن رغبته الشديدة والمصحوبة بصلاة إلى الله سواء بكلام كثير أو قليل يصبح مش أغرباس وحده لكن كل الحضور مسيحيين مثل بوليس لكن بدون قيود بدون قيود وبعدين بنشوف القضاة بقى معا فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين أن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود شكرا للرب البراءة واضحة كاملة من أفواههم لصالح بوليس طبعا قيام الملك يعني انتهاء الجلسة وقرارهم أن بوليس بريء ومن المسير أن هذا القرار اتخذ أربع مرات مش دي المرة الأولى دي المرة الرابعة في أصحة 23 في مجلس السنهدريم اليهودي ومن الأمير لسياس كوليديوس في آية 9 من أصحة 23 أيضا وأمام فيليكس في أصحة 24 وأمام فاستوس في أصحة 25 من المؤكد أنه هذه النتيجة وهذا القرار هو اللي تضمنه التقرير اللي رفعوا فاستوس إلى روما لأنه غرض هذا الاجتماع من وجهة نظر فاستوس أنه يكتب إيه في التقرير فدي خلاصة نسول بوليس أمام فاستوس وأغرباس كان لابد أنه التقرير يحوي هذا وأن بوليس لم يفعل شيء يستحق الموت آخر شيء كان من أغرباس إلى فاستوس قال أغرباس لفاستوس كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعوة إلى قيصر وبهذا الكلام أغرباس يؤكد على براءة بوليس لكنه كروماني شخص عنده الجنسية الرومانية رفع دعواه إلى قيصر لابد أن يذهب إلى قيصر لابد أن يذهب إلى روما ولا يصبح للوالي سلطان أن يحكم عليه سواء بالإدانة أو البراءة لا يحكم عليه حكم نهائي لأنه الآن الموضوع لابد أن يرفع للمحكمة الأعلى في روما عايز أختم معاك صديق المشاهد بخلاصة هذه الأصحات الثلاثة اللي كان فيها بوليس في قيصرية ومسل أمام هذه المحاكمات الثلاثة المسجلة فيها وبوليس بيقدم لنا الرسول بوليس البشير اللقى معذرة بيقدم لنا الرسول بوليس في اتجاهين الأول سلبي يعني بوليس مدافع والثاني إيجابي يعني بوليس كشاهد والحاجة النهاردة وكل يوم لهذين الأمرين للدفاع وأيضا للشهادة بوليس كمدافع شفناه عنده تهمتين من اليهود إنه تكلم أو عمل شيئا ضد نموس موسى والثانية إنه ضد قيصر وبوليس أنكر بشدة هاتين التهمتين في المحاكمة أمام فيليكس رفض بوليس تهمة الفتنة وأكد إن الإنجيل اللي بينادي به يتفق تماما مع كتب العهد القديم وهو بضمير صالح بيعبد إلى الآباء ويؤمن بكل ما جاء في النموس والأنبياء ولا يعلم بغير ما جاء فيهما وبيشترك مع اليهود في الرجاء في تحقيق الموعيد الإلهية الخاصة بالمسيئ في المحاكمة أمام فستوس اليهود قدموا عليه دعاوي كثيرة وسقيلة ورفضها كلها فلم يكن هناك دليل واحد لتهمتهم رفض مسؤوليته عن أي شغف في المدينة وبالتالي لم يفعل شيء ضد قيصر وشعر بهذا من الضروري أن يرفع دعواه إلى قيصر عند محاكمته أمام أغرباس ما كانش فيه تهم جديدة كان بوليس مهتم أن يجيب عن كراهية اليهود له ورغبتهم في قتله على أي حال كان هذا الموقف من اليهود هو أكبر دافع ليه لخدمة الأمم وده كان تأكيد لدعوته لدعوة الرب ليه لهذه الإرسالية بالإجماع بوليس كان موفق جدا في دفاعه والسلاسة فيليكس وفستوس وأغرباس اقتنعوا ببرأته نزالت رسالة الإنجيل تحتاج إلى دفاع وإلى مدافعين ونشكر الله أن احنا بنسمع من حين لآخر عن خدمة وخدام الدفاعيات لابد أن نعترف أنه كما كانت نقاوة الإنجيل تهاجم بالتعديل أو التبديل من التهوديين هكذا اليوم من ينادي أي شخص ينادي بتعليم آخر يختلف عن الحقائق الإنجيلية عن الخلاص ده يحتاج إلى دفاع مطلوب زي ما كان في أيام حسقيال من يبني جدارا ويقف في الصغري أمام الرب فلا بديل عن إنجيل الخلاص كما هو مقدم في الكتاب المقدس لكن كمان بولس كان الشاهد الشاهد مش بس مدافع لكن كان شاهد وهو شاهد يعني بيعرف الجميع أن الرب قد دعاه ليكون خادم وشاهد للمسيح وبولس عاش كسجين لمدة عامين في قيصرية يمكن شعر فيها بالإحباط لأنه خطته للخدمة التبشرية تعطلت لكن في كل مرة كانت تتاح ليه الفرصة في هذه المحاكمات كان بيشهد بحماس ورغبة شديدة كان واضح في كل محاكمة إنه عنده رسالة عايز يشهد عنها بكل خوف أما عن فيليكس فقد وصب بأنه الأسوأ في لولاة الرومان وظهرت ملامح قسوته وشهوته وطمعه لكن بولس ما كانش أبدا خايف منه لم يتردد أن يتكلم عن البر والتعفف والدينونة وحط هذا تحدي قدام فيليكس وكأنه بيدعوه للتوبة والإيمان بيسوع أمام أغرباس أيضا لم يكن خائفا وتحدث بكل وضوح وحكى اختباره بكل تفصيلاته علشان يقدم أمام أغرباس رسالة الخلاص وقدمها الحقيقة ثلاث مرات أمام أغرباس نفتكر الآيات أصحى 26 آية 18 لتفتح حيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين وقال الكلام ده مرة تاني معناه في آية 20 بل أخبرت أولا للذين في دمشق وفي أوريشاليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا طليق بالتوبة وفي آية 23 أن يؤلم المسيح أن يموت يكون هو أول قيامة الأموات مزمعا أن ينادي بنور للشعب والأمم اتغيرت المحاكمات اتغير القضاة والحضور وفي كل مرة لم يتوقف بولوس عن الشهادة والتي اعتبرها البعض منا مرتبطة بوقت خاص وظروف مناسبة لأناس معينين ألسنا في احتياج لما كتب بولوس فيما بعد وربما من خبرته في هذه المحاكمات اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وابخ انتهر عز بكل أنات وتعليم تموساوس التانية أربعة اتنين ما حاجتنا لهذه الكلمة ما حاجتنا أن نكون مدافعين ثم شهود عن إنجيل ربنا يسوع المسيح وإلى لقاء آخر في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر